السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو حبايبي عاملين ايه؟ معاكم ايمان الانصاري النهاردة هكلمكو عن كريم ترتيب للبشرة انا جربته لمدة شهر كامل ياريت لو انت لسه جديدة في القناة متنسيش ترق في القناة وتفعالي زر الجرس متنسيش اللايك والشير عشان غيرك يستفيد اتابع معي الفيديو ده عشان تعرفي التفاصيل هاي حبايب قلبي ورجعتلكو تاني وتعالوا يلا بينا نبدأ الفيديو طبعا يا حبايب قلبي هكلمكو عن الكريم ده ده كريم اسمه بانسينول ده كريم ترتيب وفي نفس الوقت بيساعد على التفتيح والنضارة بتاعت البشرة طبعا يا حبايبي انا مردتش اكلمكو عن الكريم ده اول ما اشتريته قلت لازم اشتريه الاول واجربه لمدة شهر كامل واقولكو ايه اللي حصل في بشريتي او ايه التغييرات اللي هو عملها طبعا يا حبايبي عشان بس تشوفوا زي ما انتو شايفين العلبة هي يعني انا مستخدمها بقلي شهر ولسا فاضل فيها زي ما انتو شايفين مفتوحة مستخدمة منها كتير اه بصوا بايا يا حبايب قلبي الكريم ده الصراحة اختراع تحفة 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 اه بيرطب جامد البشرة اه بس هقولكو يعني كزا حاجة بالزبط اه لحصتها فيه في اول استخدام ليا طبعا يا حبايب قلبي الكريم ده الصراحة اداني نضار البشرتي كويسة جدا انا استخدمتو لشهر كامل عشان اقولكو النتيجة اللي هو عملها على بشرتي اه اول حاجة حبايبي الكريم ده ليستخدمات كتير انا هقولكو عليها دلوقتي بس اول حاجة قبل ما تستخدموا اي كريم في الدنيا لازم الاول تعملوا اختبار حساسية على منطقة صغيرة كده في الايد او في المعصم تكون فيها البشر حساسة وتشوفوا الاول هل عمل لكم حساسية او لا لو ما عملش اي حساسية تقدر انتو تستخدموه برضو هيبقى اامن لما تعملوا اختبار الحساسية ده ان شاء الله الكريم ده بجد انا مش عايز اقولكو انتو زي ما انتو شايفين سعره 16 جنيه بس للصراحة الحاجات اللي هو بيعملها وهمية انا رميت كل كريمات الترطيب خالص الشهر ده مردتش استخدم اي كريمات ترطيب برا الكريم ده انا قلت لازم اجربه واشوف هو هيعمل ايف بشرتي من كلام دكاترة جلدية كتير ومن كلام خبراء تجميل كتير قلت لأ انا هشوف برضو وهجرب قبل ما اقولكو الحاجة ان انتو تجربوها الكريم ده يا بنات ما شاء الله كان في عندي هلية سودة تحت العين بجد شبه اختفت تماما الكريم ده يا بنات انا بحطه مرتين في اليوم مره الصبح ومره بالليل صباحة بايبي كان فيه دكاترة وفيه بنات بتقول ان هو ما بيبقاش ليه ملمس دهني على البشرة بالعكس خالص لا هو ملمسه دهني على البشرة بس الصراحة الترطيب بتاعه رهيب يا بنات رهيب كان عندي بقايا برضو بقع حبوب شباب صغيرة زي نظام نتباهة صغيرة كده يعني بقع صغيرة خالص زي النمش كده اختفت شهر كامل من الاستخدام ده لبانسينول فعلا بجد فتح لي بشرة جامت طبعا يا بنات هقول لكم الاستخدامات بتاعته دي اللي انا شفتها من الدكاترة الصيدلونيين اللي بيتكلموا عن المنتج ده وكمان سألت الدكتور الصيدالي عن الكريم ده اول حاجة بيستخدم للبشرة للجسم وللوجه وكمان بيستخدم لترتيب الايدة واي مكان عندك فيه جفاف بترطبيه وكمان بيستخدم بتستخدميه للبكيني بس انا طبعا برضه ما جربتهوش فان شاء الله اجربه واقول لكم النتيجة بتاعته كويسة ولا لأ بس يا بنات الكريم ده تحفة حاجة ب 16 جنيه وبتعمل مفعول زي ده بس طبعا انتو تكونوا مستمرين على الكريم ده مش تجربوه يومين ثلاثة ولا اسبوع ولا حتى شهر بعد كده انتو هتلاقوا فيه فرق هتلاقوا فيه نظارة انا بعد شهر لقيت نتيجة كويسة مرضية بس انا طبعا هستمر علي ان شاء الله لشهرين وتلاتة واربعة لحد لما الاقي النتيجة اللي هي رضي عنها بصوا حبايب قلبي انا في اول استخدام ليا اول استخدام ليا انا لازم اقولكو على الحاجة دي برضو اول يومين بالضبط استخدمت فيها الكريم ده بدأ يطلع لي حبوب صغيرة في منطقة الجبهة اللي هي القورة يعني حبوب صغيرة كده معرفش دي حبوب شباب ولا ايه بس بعد كده حسيت انه علاجها يعني هو طلع البكتيريا تقريبا ولا ايه معرفش بس انا دلوقتي بطلت تطلع الحبوب دي بعد اما كملت الشهر انا قلت برضو مرغم ان الحبوب اللي طلعت مرضتش هوقفه قلت هستمر عليه وهشوف هو بيعمل ايه عشان اقدر اكلمكو بس طبعا حبايبي النتيجة ما ظهرتش اول يوم ولا تان يوم ولا تالت يوم ولا رابع يوم ولا حتى بعد اسبوعين ولا تلاتة النتيجة بدأت تظهر معايا في النضارة اللي انا حسها في بشرتي بعد شهر حسة فيه نضارة وحسة ان كمان الهالات السودة حوالين عيني اختفت لان فيه دكاترة صيدلينيين بيقولوا ان هو بيتحط تحت قصدي محيط بيتحط فيه على الهالات السودة في منطقة العين يعني حوالين العين كده بيتحط وكمان ريحته كويسة يعني ده مش زي ريحة المراهم العادية لا فيه ريحة عطرية كده كويسة خفيفة فالصراحة جميل وانا دلوقتي بقيت باستخدمه شبه اساسي اكتر من الكريمات الترطيب التانية اللي انا كنت بكلمكم عليها في الفيديوهات قبل كده ده خلاص ده يعني انا اعتمدت عليه طبعني حبيبي الدكتور سيدالي قال لي ان ده بيستخدم لجميع انواع البشرة حبيت افيدكو بتجربتي لكريم بنسينول ده التركيز بتاعي حبيبي عشان بس تبقوا اخدين بالكو اللي هو 2% كريم عشان تبقوا بس اخدين بالكو الكريم ده سعره 16 جنيه هتلاقوه متوفر في كل الصيدليات مفيش صيدالية مفهاش الكريم ده تمامي حبيب قلبي وجد دلوقتي اللي نعاية الفيديو ياريت لو انت لسه جديدة في القناة متنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس متنسيش اللايك والشير علشان غيرك يستفيد وتابعوا معي باقي الفيديوهات الجاية واشوفكم ان شاء الله على خير باي باي اشتركوا في القناة